السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم سنحضروا ديسار أو تحليه بورتغالية سميتها المولوتوف كتجي من ألد ما يكون وبثلاثة ديال المكونات فقط الأساس ديالها هو أبيض البيض وما فيهاش نهائيا دقيق فهي بدون غلوتان يعني مناسبة حتى المرضى حساسيات السيلياك صراحة أنا قبل ما نجربها ما توقعتش أنها تعجبني لهذا الدرجة فهي عجبتني بزيف كتجي لدي دب الماداق ديال الكغاميل فنمشيوا على بركتي الله نشوفوا المقادير والطريقة غادي نحتاجوا لهذا الوصفة أربعات ديال أبيض البيض ساشي ديال سكارفاني أو قشور بورتغالة أو ليمونة وغادي نحتاجوا لهذا ربعات المعالقة كبار ديال سكار سانيدة ما يعادل خمس وثمانين جرام وباش نحضروه الكغاميل غادي نحتاجوا لربعات المعالقة كبار ديال سكار سانيدة وتقريبا وحد تولوت اسكاس ديال العنباء أو ربع كاس ديال العنباء ديال الماء معى يوعدل الخمسين ميليلي ليدر عتلوق هو المقادير بília بتفاصيل في صندوق الوصف غادي ناخده إناء لي هنحضرو فيه الكغاميل كنوضعو في اسكار والماء وكن وضعوهم فوق النار وكنخليو هاد الخاليط على نار متوسطة كيغلي حتى كيولي عندنا كراميل يعني كيولي اللون دياله بوني في اللول ما نحركوش بالمعلقة باش ما يتحجرش لينا ملي كيبدك ياخد لون كيما كتشوفو كان بدو نحركوه حتى كيولي اللون دياله بوني بهاد الشكل من بعد كناخدوه القلب اللي غنحضرو فيه الديسغ ودروري يكون قلب بحال هاد الشكل يعني اللي كتكون فيهم هاد الحفرة في الوسط وكنغلفوهم زيان بالكاراميل فالجو بارد والقالب بارد فم لي كنوضعو فيه الكاراميل ضغية كييتحجر لينا كيقصاح هنا من الاحسن انكم تسخنو القالب من قبل انا درتو فوق البوطة سخنتو واحد شوية وغلفتوه مزيان على خاطري من الوسط ومن الجوانب سفي كنخليو هاد الكاراميل جانبا وغنمشيو نحضرو الميرانك اللي بابيض البيض كننعزلوه اولا البيض عن السفر وهنا ردو البال ضروري حتاقترة من السفر ما تدوزلينا الابيض البيض باش ينجح لنا الميرانك وملاحظة اخرى ضروري الاناء اللي غنحضرو فيها هاد الميرانك ما سكون فيه حتاقترة ديال الماء وايضا البيض يكون بحرارة المطبخ يعني ما نكونوش يلا خرجناه من تلاجة كنخرجوه وكنخليو حتا كياخد حرارة المطبخ باش كي نجح لنا هاد الميرانك بسرعة من بعد كنبدو نطربو ابيض البيض غير بشوية وكنبدو كنزيدو السرعة في الدقيقة اللولى كان بدو غاديين وكنزيدو في السرعة حتا كنوصلو لسرعة القسوة في الدقيقة اللولى ومليكي ولي هاد البيض بحل تلج كنضيفو الساشي ديال سكارفاني وكنبدو نضيفو السكارب شوية بشوية وحنا كنطربو بسرعة قسوة كي ما كتشوفو حتا كيولي عندنا ميرانك شاد فراس وولامع يعني اللي كيكون عندنا هاد كتنجح لنا هاد الوصفة فا كيولي هاد الخليط كيلمع وايضا كيولي كتلة وحدة يعني متماسك مزيان هانتو مغتشوفو مهاي فهو من اسهل الحويج اللي ممكن انا نحضروها هان شو ما هاد هو الشكل ديالو ويلق لبنا الإناء فهو كيبقى تابت يعني ما كينزلش هاد هو باش كنعرفو ان الميرانك ديالنا راه ناجح غن نبدو نضيفو هاد الخليط اللي حضرنا على الكغامل كنوضعوه بشوية بشوية ونحاولو نضغطو عليه باش ينزل الاسفل ديال القالب وهاد الدساء غادي نطيبوه في حمام مريم في الفورن غادي ناخدوه ايناء ليكون كبر من هادا كنوضعو فيه ماء غليان وكنوضعوه وسط منو هاد الاناء وكندخلوه للفورن هنا كنضربو هاد القالب مع سطح العمل باش ما كيبقوش لنا فراغات في الاسفل وكيجي شكل ديالو مقاد ونحاولو ايضا انا ننقادوه لوجه مزيان هنا هاد غير ربعات البيضات وان شمال كيمية اللي اعطى فهي كيمية لا بأس بها وممكن اللي بغى يضاعف المقادير ممكن انه يضاعف المقادير هنا كنقادوه الوجه وكنمسحوه للجوانب ديال الاناء ديال القالب وكناخدوه القالب اللي غا نوضعوه فيه الماء غليان كيما كتشوفو كنوضعوه الكيمية الكافية باش مليك نحطوه القالب ديال المرانج بهاد الشكل كي يتحرك ضروري يكون هاد القالب الفوقاني كي يتحرك من بعد كنكونو ديجا مسخنين الفران مزيان كندخلوه على 180 درجة ويلا كان عندكم فرن غاز يدخلوه على نار مهيلة كنخليوه تقريبا وحدا نص ساعة حتى كيبالي نبدة كيتحمر وكيطلع وكنشعلو عليه وحد شوية من الفوق غير وحد شوية وضغية كيتحمر وكنطفيو الفران وكنخليوه فيه تقريبا واحد عشرين حتى الثلاثين دقيقة والفران مسدود عليه يعني ما نحلوش عليه صافيو من بعد كنخرجوه وكنقلبوه في صحن التقديم كيما كتشوفو ممكن نقدموه بحلكة بالكغامل وممكن اننا نزينوه بلوز ايفيلي كيما درت انا لوز ايفيلي محمر ومهرمش وكيبقى لكم الاختيار كل واحد يزين حسب الرغبة دياله هذا هو الشكل النهائي دي الوصفة ديالنا دياليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها لانها كتجي فعلا لديدة جدا وسهلة في التحضير شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله